تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد تعثر ريال مدريد مع أساسونك التعثر اللي بيعني إنه قتلتكم مدريد متصدر الدوري بفارق نقطة وعنده ثلاث مباراة مؤجلة يعني لو ضل وضع مدريد وبرشلونة بهذا التذذب ممكن سميوني ما فيش داعي يكمل الدوري ويضل في بيته ويجيبه بالنهاية ريال مدريد دخل اللقاء بعد ما شاف برشلونة عم بيرجع للمباراة الثالثة ع الدوالب الدوري شاف أداءه يتحسن عم بيستعيد ميسي أمام المرمو ريال مدريد دخل اللقاء وعارف إنه قتلتكم مدريدي بشكل أو بآخر استغنى عن الكأس فعليا وبدو يركز في هذه البطولة يعني الضغط عليه واضح إنه ما ضيع نقاط وركز لكن مش هذا اللي صار هحكي اليوم في هاي المباراة عن كثير أمور طبعا هنحكي عن تأثير الثلج 100% هنحكي عن إنه مش الثلج حاله السبب في سببين آخرين مهمات جدا مسألة التبديلات اللي صارت ومسألة عادة سلبية أصبحت للمدريد هذا الموسم بس قبل كل شي يساعدوني بالتعليقات أنا فهمت كل شي في اللقاء يعني تقريبا من اللي شفناه فهمته اللي مفهمتوهش قصتين قصت ليش اللعيبة كلهم بلفوا حاول بعض قاعدين اللعيت مدريد كل واحد يوم بيستعرضوا انه بيعرف يلف نصهم والثانين كلهم بلعبوا كعب يعني كاسيما لو لعبوا ثلاثة أربعة كعب بنزيمة اسنسيو هازارد شو قصت الكعب اليوم معهم ليش كلهم بفك إن هيك أسلوب الخداع في الثلج ما بعرف فلا عندكم بتفسير خبروني المباراة شهدت بداية هازارد رغم صراحة إن كنت مش متوقع يلعب تسعين دقيقة اليوم خصوصا لما شفنا الأجواء اسنسيو يمين هازارد يسار بنزيمة في الهجوم وثلاثة الوسط التقليدي دائما موجود وبدأ فاسكس رغم موجود أدريزولا موجود ظاهر أيمان الفريق بدأ بالتشكيلة اللي تعتبر أساسية وزيدان بيرسل رسالة إنه هذه المباراة مهمة جدا ليله أساس هنا في المركز قبل الأخير لكنه فريق جاي من ثلاثة تعادلات يعني إن صار عنده خبرة كيف يطلع النقطة وبنفس الوقت ريال مدريد عنده سجيل سيء مع الفرق المتدني هذا الموسم وهذا اللي بدأتكلم عنه سبب مهم آخر عند ريال مدريد غير الثلج وغير زيدان وتبديلات اليوم مسألة ذهنية عند ريال مدريد صارت سيئة مع الفرق الصغيرة يعني هو تعادل بعقلشي صاحب المركز 18 والفرق اللي هزمته هذا الموسم الثلاث قادش وألابس طبعا بلانسيا مستوى آخر كاسم وتغريخ لكنه حاليا حتى هو في هذا الموسم سيء جدا هذي كل الفرق اللي أخذت منه هذي النقاط كلها فرق من الجدول الآخر الترتيب يعني من تحت العشرة فالفريق بهنيا مواضح جدا أن المباراة السهلة مش عم بياخدها بنفس الطاقة والحماس اللي شفناها فيها أتلاتكم أدريد واللي شفنا فيها مواجهتهم مع برشلونة هذا البرود الذهني إنجاز التعبير زادوا برودا الثلج الثلج اللي طبعا على الطرفين هذا أول سؤال جواب منطقة لكن الثلج دائما بأثر أكثر بالعادة على الفريق اللي جودته أعلى على الفريق اللي مطالب يبادر على الفريق اللي مطالب يسجل لأنه بيجبرك على أفكار محدودة يعني لازم لعيدك تكونوا أقرب لبعض لازم تلعب كرات على الأرض أكثر ما بتقدر تلعب كرات بخلف الدفاع أو خلف المساحات وخير نحكي مثلا تكون عندك جناح ترميل وياها لقدام ويركض لأنه هم مش هيلحق وممكن نزحلك والكرة ممكن تلف مية تلفة ما بتعرفهاش فما بتقدر تضرب المساحات بالتمريرات هذه إضافة إنه لعيدك ما بيقدروا يركضوا بالكرة لمسافات طويلة خصوصا إنه شفنا اليوم الثلث الأول والثالث في الملعب سيئين اللي بالنص تمام فاللاعب هناك بتلقى براوغ بتلقى هزارت براوغ هناك أول ما يوصل للثلث الأخير في الملعب بتروح منه والعكس نفس الشي تلقاهم دائما بالثلث الأول والثالث عم بيعانوا لكن بالنص بالعب عادي لأنه لعب ما بيقدر يركض هون بالكرة ما بيقدر يراوغ يعني بيستثناء مودريتش اللي ظهر شوي مرتاحة لأرض الملعب الباقيين ببين مش عارفين شو يسوه هذا الشي خلان نشوف شرط أول بدون كرة قدم تماما من الفريقين أساسونة عم بدافع كويس وحنشرع عن طريقته بالدفاع لكن بنفس الوقت للمدريد ما عمل شي كانت في عرضية مودريتش الخطيرة في الشوط الأول وأساسونة كان عنده ركنية وتصدي كورت وأساسونة لعب بطريقة دفاعية ممتازة أساسونة كمش نفسه بشكل كويس على حدود منطقة جزائه لأنه الأطراف مش خايف منها بيقول لك الكرة هتروح بطيئة نتيجة الماء أو اللاعب ما حيركض كثير بهذه السرعة فحنقدر نلعب وخليلهم الأطراف وخلونا نسكر العمق ونمنع أي لاعب يسقط بين خط هنا وفعلياً أساسونة كان ملعب بطريقة دفاع وخط وسط متقارب وما كمشين في العمق أكثر وهذا الشي فاده كثير أمام ريال مدريد خصوصاً أنه معظم الكرات كانت هتروح لمندي واللي هنرجع له أيضاً أساسونة أيضاً ضاف شغلتين مهمات كان مانع كروس مودريتش من التزديد دائماً منتبه لهم من هذه الناحية في شكل جيد وأيضاً كان لما ريال مدريد يسلم الكرة في منطقته في الدفاع وبدو يطلق يضغط بسرعة لأنه عارف هذه المنطقة منطقة بتخوف عارف اللعبين شايفين أنه في مي في منطقة زي ما حكينا الترث الأول والأخير في كل الملعب سيئين فاللعبين بيخافوا فبيبطع صعود ريال مدريد في الكرة فبيخلي المباراة أبطأ ويمشي الوقت فيها على الفاضي وسيصور اللعب استراتيجية ملائمة دفاعياً لهذه المنطقة لأنه مش مطالب إلا يدافع اليوم مش مطالب يهاجم يعني هور كان مكان يصعد يصعد عادي بأي طريقة يعني ما شفنا هوش ولا مرة بيصعد بنفس الطريقة هو خلص هدف هون نقطة مش الثلاث عكس ريال مدريد شفنا شرط أول ريال مدريد الاستحواذ فيه بوصل 75% ولا تزديد على المرمى باختصار هذا الشي بيقول لزيدان استراتيجيتك كلها غلط في الشرط الأول استراتيجية لعيبتك أداء لعيبتك في الشرط الأول غلط جداً فكان طبيعي نشوف تغيير وفعلاً شفنا تغيير في الشرط الثاني واضح إنه زيدان ضغط على اللعيب إنه شو الخوف اللي بتعملوه يعني إنه إلعبوا أكتر فشفنا هزارت عم تحاولي بادر بنزيمة اللي يبدو كان مأثر عليه البرد ومن تخبي جوه منطقة الجزاء رجع تحرك صار يطلع أكتر شفنا فيه تسريع لوصول الكرة للثلث الأخير تمريرتين ثلاثة صار الفريق يسرع أكتر راحت فكرة التمريرات العلفاضي هذه الكثيرة فالفريق ضغط ودخل الكرة منطقة الجزاء لكن ما صنع الفرص الكافية وطبعا دقيقة مع دقيقة باللقاء بدأ يتضح إنه فكرة أسنسيو هازارت مع بعض أنها يمقتنع إنه ما بيركبوا مع بعض هذول الاثنين بيشبهوا بعض طبعا بفرق المهارات والقدرات يعني إذا بكتلعب أسنسيو جهة لعب جونيور الجهة الثانية بكتلعب هازارت هون لعب رودريغو هون لعب لعبين بيعطوا ببعدين مختلفين بلعبة كرة الخدم هذول الاثنين بيلعبوا تقريبا زي بعض بيلعبوا على الكرة أكثر وبتحسهم أقرب لفكرة صناعة اللعب قبل فكرة الذهاب للمرمى فكانوا الاثنين يعني بشبهوا بعض كثير وهذا الشي سهل كثير مهمة أساسونا المباراة بلشت شوي تروح للمداري تحسينا فيها بدأت التبديلات طبعا التبديل الأول اللي نشوفنا فالفيردي بيدخل بدأ الأسنسيو فالفيردي بدأ الأسنسيو يعني أنا كنت مستوعب إنه بدي يضيف بالعمق لعب لأنه بلش نشوفها زارت وضمن العمق لحظتها وحرر من ديوفاسكس وكأنه بيحاول يوسع رقعة اللعب مع إنها تظلها زبايا التمرير قريبة شيء منطقي ولكن ولكن لما إجت لحظة دخول ماريانو هي اللي هون بلشنا نشوف فيها ماريانو وإسكو مع بعض التبديلين هذول اللي مع بعض في واحد منهم ماريانو منطقي بدأك مهاجم ثاني بس بشأن تلعب له كرات أكثر لمنطقة الجزاء مش تظلك محافظة على نفس الأسلوب القديم هو المشكلة حافظة على ثمانين مليون من الأسلوب القديم وما لعب كرات كافية عرضية داخل منطقة الجزاء بوجود ماريانو يعني هذا عندنا خد لعب ما استفت منه قدراته والشيء الثاني إسكو إسكو أنا بتأكد زيدان هو بداخله يعني بيكون يعني قدام الناس شايفين لعبته يعني لأنه بصراحة ما تشوفه نازل وإذا أنت بتشجع مدريد لازم تتغير القناة يعني في كثير ترى مسلسلات حلوة عن فليكس اكتشفته وبحظور فيهم عادي كمّل مسلسلاتك وارجع بعديا بعد ما تخلص المبارا لأنه خلص افقد الأمل يعني كم مره نزل وأثر يعني ابنا منحكي من سنة ونص قداش زيدان له صار من سنة ونص سنتين كما من رجعته كم مره نزل وقلب الدنيا يعني مش هاتيش الصوت في اليوم بالثلج يعني على العشب الطبيعي يادوب الزنم يركض بدوش هيركض هون أو عمل حركتين هيك في النص على جهنب بس ما في ما في من اسكو شيء لو أنا بلعب بريام مدريد القشب ونازل ببتسم بس ببتسم امتسامة اللي هي اللي هيك يعني مبارا خلتك مرة ثانية بتفكر بمسألة مندي هجوميا أضيف عين كويس بس هجوميا مرة ثانية بتوقف بتتسأل إنه اللعب أكثر من مرة خاصة مع الفرق اللي بتكتل ما بيعطيك شيء يعني عنده خيارات وعنده قرارات لسه بدأ شغل يعني بصراحة بعضها أقرب للخوف يعني أقرب للسداجة تصرفاته اللي بتقول إنه هذا متوتر جدا لدرجة إنه بتصرف أشياء غريبة وهذه مشكلة عند مندي يعني بواحد لواحد مقروء بتجي الكرة لازم يرفع بروح مررها في شيء غلط عند مندي في الترث الأخير بده شغلي كثير لوحده هذا وعشان هيك أنا بروح مزيدان أيضا بمسألة التبديلات إنه هل يعني هيك مباراة الخسارة والتعادل واحد زي بحكينا التلت مباراة مؤجلة ومتصدر أتلتكو هل هيك مباراة ما كانت تستاهل تعطي الفرصة لما رسله بآخر عشر دقائق ممكن تجي الفكرة اللي تساعدك في أمام المرمى دخليني أحكي بساطة طبعا الثلج ساهم بنسبة كبيرة بتعطيل ريال مدريد ولكن ريال مدريد ساهم بزيادة تعطيله نتيجة إدارة اللقاء وتبديلاتها نتيجة التشكيلة اللي بدأت اللقاء أيضا نتيجة مشكلة ذهنية عالقة هذا الموسم مواضحة جدا مع الفرق الممكن تفوز عليها أو مضمون تفوز عليها اللعبين مش عم بيعطوا الشوط الأول تماما ولا شيء وبدخلوا الخصم اللقاء وبعدين هتطلعوا منه فهي مجموعة أسباب خلت الوضع الآن فعلا أقرب يعني لو قتلتك وقدر فوز تلك مبارياته يعني الوضع بصير مستحيل فعليا إنك تجيب الدورة إلا صارت معجزة كروية بنوصل النهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وضروري تتابعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة